بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في سلسلة دروس PMP ان شاء الله نبدأ كده نتوكل على الله ونستعين باللاف ان احنا نبدأ الدروس هو ده الدرس التالت معنا لكن هو فعليا يعتبر الدرس الاول في منهج PMP عنوان المحاضرة Project Management Framework يريد كلنا نبقى مستعدين طبعا لان احنا مثلا ناخد نوتس او ان احنا نبقى يعني مركزين شوية في المحاضرة بحيث ان احنا نحصل اكبر قدر منها ده كده تعتبر المحاضرة يعني اهميتها للسلايدس عشان احنا بنرجع بعد كده لكن خلينا سريعا عشان وقت الفيديو نبدأ في اول جزء فيها اللي هو ال Assumptions انا حاطت شوية Assumptions كده وكتبها كلها بالعربي بحيث ان احنا تبقى البداية بتاعتنا برضو بداية خفيفة كده وظريفة في نفس الوقت يعني هنتدرج لموضوع الانجليش هيبقى الاول مسلا عربي وبعد كده mix وبعد كده السلايدس كلها تلاقوها بالانجليش وده مهم لينا في ان احنا نبقى يعني بنواكب نفس الانجليش اديشن اللي موجودة الخاصة بالPaint Book Guide ال Assumptions دي يعني فكرتها ان هي بس هتأهلنا كده فكريا الناس دي بتفكر ازاي او ان احنا محتاجين نفكر ازاي عشان نقدر نتعامل مع الاسئلة في الامتحان او عشان نبقى فاهمين المادة العلمية بشكل كويس الفرضية الاولى سمات مدير المشروع يتم تعيينه في بداية تفعيل المشروع يعني كتير مننا ما بيبقاش عارف ايه هو موضوع التفعيل اللي معظمنا بيفكر في المشروع على انه هو حاجة اترحت او مشروع اترح كمناقصة وبعد كده فيه اول اخده واول ما استلمنا بقى الارض تحت المشروع او اول ما هنبدأ تنفيذ المشروع بنبدأ ساعتها نقول ان المشروع بيبدأ وهي دي بداية التفعيل لا الموضوع ده مش صح محتاجين نصحح شوية من فكرنا ان المشروع بيبدأ قبل كده المشروع دايما لما البي ام اي بيتكلم عنه بيتكلم على المنظمة اللي هي المؤسسة المالكة للمشروع سواء بقى كان قطاع خاص ولا قطاع حكومي هو يعتبر المالك المالك بتاع المشروع المالك على سبيل المثال قدامه اكتر من المشروع عمل في زابيلة ستادي ليهم لقى ان فيه مشروعه معين هو اللي عايز يبدأ به فبدأ يقول خلاص انا هبدأ بالمشروع ده وهو بيقول هبدأ بدأ يقول انا عايز اعمل مثاق للمشروع هنعرف بعد كده ايه هو المثاق او الشارتر بدأ يعمل الشارتر دوت ويحدد فيه مثلا لسكوب ببساطة كده عن المشروع وقال انا عايز مدير مشروع هو فلان الفلاني طبعا مدير المشروع ده من قبل المالك لسه لغاية دلوقتي مفيش لمالك لما فيش سوري مفيش مقاول او استشاري احنا بنتكلم من وجهة نظر المالك فبالتالي مدير المشروع من قبل المالك الافضل طبعا او الديفولت بتاع الموضوع الوضع الافتراضي انه هو بيتعين في بداية تفعيل المشروع يهتم بمصلحة المشروع على حساب مصلحته للشخصية طبعا حتة اسكس لكن مهم ان احنا نبقى منفكر ان مصلحة المشروع هي فوق كل شيء يكون مؤهل اداريا يعرف خطوات الادارة ويعرف اهداف تنفيذ المشروع ويتماشى معها طبعا يعني الفكر العام للموضوع ده ان احنا اي مدير مشروع مش مجرد ان هو الراجل كان تكنيكال كويس ومثلا سيفل انجينير بشكل قوي وفاهم في الاستراكشر قوي يبقى خلاص ان احنا نحطه في انه يبقى مدير مشروع لا الموضوع مش كده الموضوع لازم بقى عنده مهارات ادارية عارف خطوات الادارة ايه مش عشان هو في الفيلد بتاعه او في التكنيك بتاعه قوي جدا يبقى احنا نحطه مدير مشروع محتاجين ان احنا الحتة دي تبقى عندنا لان ممكن بيجي عليها اسئلة في الامتحان ويعرف اهداف تنفيذ المشروع ويتماشى معها اي مشروع له اهداف والاهداف هنا ممكن تبقى اهداف استراتيجية يعني مش الهدف بتاع المشروع ان انا مثلا ابني مبنى موجود فيه مثلا غرفة عرضها 3 متر ف4 متر مش هو ده الهدف الهدف بيبقى اعلى من كده بيبقى ان انا عايز مبنى هيقدي فانكشن معين وليكن مثلا بعمل مدرسة او جامعة انا محتاج مثلا يبقى عدد الفصول لها كذا او تستوعب عدد طلاب كذا فده ليعتبر الهدف بالنسبالي لكن مش الهدف الحاجة الصغيرة اللي هي مثلا ابعاد الاوضة او ابعاد غرفة التدريس او كده فيعرف اهر ده في تنفيذ المشروع اللي هو مدير المشروع من قبل المالك ويتماشى معها ان هو بعد كده لما هيبقى فيه دروينجز وهيبقى فيه سكوب معين هيبدأ يقول اه فعلا انا كده المشروع ده بيحقق اهداف المشروع ولا انا زودت حتة شوية يعني هل انا حصل فيه سكوب كريب او زحف للسكوب زودت حاجات من عندي ولا انا فعلا بنفذ فقط اهداف المشروع عشان ما بقاش بدفع فلوس على الفادي بعمل حاجة التوب مانجم انت مش عايزينها فمش معنى ان انا شفت الكلام ده بيتنفذ مثلا في مكان قبل كده يبقى خلاص ازوده برضو بالمرة لا انا لازم ابقى عارف ايه هي الهدف من المشروع ايه هو الهدف من المشروع عشان الريكويرمينس اللي هطلبها بعد كده لما اجي افصلها وتبقى يعني سكوب انديتيلز شوية تبقى كمان متمشية مع الاهداف دي ما تبقاش لا زايدة عنها ولا اقل منها يقوم بعمل الخطط بناء على البيانات من فريق العمل واصحاب المصلحة هو حابب يقول لنا ان الراجل مدير المشروع ده ما بيشتغلش لوحده وان من شو هو اللي بيعمل كل حاجة لا هو عنده تيم لازم بيقى فيه تنظيم في الادارة هو بيبدأ انه هو يعمل ديليجيشن او تفويد لبعض الصلاحيات بتاعته او بعض المهام للفريق تحتيه والفريق بيبدأ انه هو يجمع له الدايتا ويبدأ انه يعمل خطط من خلال الرؤية او الفيجن بتاعت مدير المشروع بناء على البيانات من فريق العمل واصحاب المصلحة هنتكلم عنهم بعد شوية اصحاب المصلحة بشكل مفاصل يجيد ادارة الموارد البشرية ناس كتير عندنا بتفتكر ان الموارد البشرية مقصود بيها شؤون العاملين ان مثلا في ناس قعدة مهتمية بالاجازات بتاعت الموظفين والغياب والحضور والاوراق الرسمية بتاعتهم وهكذا لا دول اسمهم شؤون العاملين الموضوع مختلف تماما عن الموارد البشرية الموارد البشرية بالضبط زي لما يكون عندك مجموعة من الريسورسز اللي هي مثلا ماتيريال واكويبمنت نفس الحكاية من ضمن الموارد الموارد البشري اللي هو الانسان نفسه الانسان لما يبقى عندك في التيم بتاعك مجموعة من الافراد انت محتاج ان انت تديرهم زي ما بتدير الريسورسز لان الريسورسز انت بتبقى لها معدلات للانتاج وبقى لها وظيفة بتعملها نفس الحكاية العنصر البشري او الموارد البشرية انت محتاج تديرها بنفس الفكر بل بالعكس انت محتاج ان انت تاخد منهم بطريقة مختلفة شوية طريقة التحفيز ان انت عايز تاخد منهم اعلى من البروداكشن فمحتاج بقى انك تتعامل مع العنصر النفسي شوية محتاج ان انت تعرف ازاي تفرحهم او تحفزهم عشان يبقوا بيدوا الشغل ده وهم فرحانين بل يدوا كمان بروداكتيفتي اعلى الكلام ده كله مهارات مختصة بعلم الموارد البشرية يهتم بمنع المشاكل بدلا من حل المشاكل لا شك ان هو من الضرورة يعني في عصرنا الحالي الناس تبقى برواكتيف او ان هي بتتعامل مع المشكلة قبل ما تحصل المشكلة يعني بتعامل معها ان ممكن المشكلة دي تحصل فازاي امنع حدوثها يفهم العقد ويكون بتنفيذ كامل شروطي وان بدت غير هامة كتير من الناس يعني ما بيقراش العقد بتاع الشركة بتاعته وبالتالي يعني بيبدأ ان هو يشتغل من دماغه ودي حاجة مش صح لابد ان هو يكون ايري العقد وعارف السكوب المطلوب منه ايه عشان ما يقديش حاجة اكتر وما ينقصش عن المطلوب المنظمة فيها مكتب ادارة مشروعات هنتكلم عنه بالتفصيل يعني بعد شوية اللي هو البي مو له صلاحيات محددة بوضوح وعندها بيانات مسجلة من المشاريع السابقة اللي هي اللي سنز ليرند فهو بيفترض ان الوضع ايديال عشان بعد كده لما يجي لي اسئلة ما حطيش انا السؤال ده في الهيكل اللي انا معتد عليه او في البيئة اللي انا معتد عليها ان هي مثلا ممكن يكون مفهاش مثلا تنظيم كافي لا المفروض ان انا هفترض ان كل حاجة ايديال عشان لما اجاوب على السؤال او بقى بجاوب من ناحية معينة اللي هو بيقصدها بس وكل مشروع له خطة تحتوي على خطط فرعية هنتكلم عن الخطط بالتفصيل بعد كده لكل المجالات قام باعدادها مدير المشروع وتم مراعاة احتياجات اصحاب المصلحة عند اعداد الخطط طبعا اللي بيقوم باعداد الخطة هو مدير المشروع بس مش شرط ان هو يكتب كل حاجة بالتفصيل فيها فهو قد يدي مثلا الفيجن او الرؤية للناس التيم اللي معاه والتيم بعد كده هيعمل ابليكيشن للكلام ده وهيطلع خطة ويروح يرجعها للمدير المدير ان هو هيعتمدها ما ينفعش ان المدير يبقى يعني معتمد تماما على التيم وما بيشوفش الاوتبوت بتاعهم وده بيحصل كتير جدا ان بتلاقي مثلا بلان او تايم سكاتجول او شغل خاص بالبروجيكت مانجمينت مدير المشروع ما شفوش اساسا وهو معتبر فقط استكمال للولا هيا شباب خلصتوا الكلام ده طب قدموه ومن غير ما هو يبص عليه لا بالعكس المفروض ده يبقى رؤيته هو وهو اللي يقول اه لا ده كده كويس لا زودوا حاجة لا قللوا المعدلات لا زودوا الزمن بتاع حاجة معينة وهكذا فلازم يكون عنده رؤية في الدوكيمينس الخاصة بالبروجيكت مانجمينت وتم مراعاة احتياجات اصحاب المصلحة عند عدد الخطط وتكون الخطة منطقية منطقية يقصد بيها ايه يقصد بيها ان ما ينفعش ان انا اوافق على خطة ومن غير ما شوفها ومن غير معرف زكات الخطة دي قبل للتنفيذ ولا لا على سبيل المثال مثلا ممكن الاونر او الطوب مانجمينت يقولولي انت لازم تنفذ المشروع ده في ست شهور وانا رؤيتي ان هو يستحيل انه يتنفذ في ست شهور فالكتاب بيقولي قلهم ان انت ما ينفعش تنفذ الست شهور لان كده الخطة دي غير منطقية ومسلا ممكن يبقى الموضوع متعلق بالريسورس بالفاندينج او التمويل يقولي ان ينفذ المشروع بالقيمة الفلانية المفروض ان انا اقول لهم لا المشروع ما ينفعش يتنفذ لكن كن ان انا اسكت ورده وقولهم طيب حاضر وبعد كده نتفاجئ في اخر المشروع ان هو مش قادر يحقق الكنسترينز بتاعته سواء التايم او الكوست يبقى انا كده ايه ما كنتش امين مع الناس ويوفق عليها الجميع ويتم ادارة المشروع بها لا شك ان الخطط لازم يكون الناس مجمعين عليها كل ما كانت الخطة الكل اللي مجمع عليها مش فقط مدير المشروع لا اي مدير وظيفي حواليه او الناس يعني في التوب مانيجمنت او الناس المهتمية بالموضوع وان كانوا مش طرف اساسي الاجمع من كل الاطراف دي بيقلل المشاكل بعد كده ساعات بعض مدراء المشاريع بيقول لا لا انا لسه هفرج الناس على الحاجة او على الخطط لا خلي شغلنا مداري عشان ما حدش يبص عليه الكلام ده مش صح لان هو اجلا او عاجلا هتحتكي مع الناس خاصة لو كتجيها المستفيدة مثلا اللي هو هيشغل المشروع بعد كده فهيبدأ ان هو يطلب مني حاجات وهقول له طب ليه ما قلت ليش من بدري هيرجع يقول لي طب انت موريتنيش الخطط بتاعتك دي كنت ورها لي من بدري وانا اقول لك فالافضل لمصلحة المشروع ان يبقى فيه شفافية ويبقى الكل موافق على الخطة والكل مجمع عليها عشان لما نيجي ننفذها محدش يعترض ويتم ادارة المشروع بيها طبعا يعني مفروض يعني مفروض عاملين خطة عشان يدار المشروع بيها مش عشان تتركن بس في الارفوف او تتقدم اه وقت الاحتياج للدوكومنس وخلاص لا يسمح بعملية الجولد بليتنج هو الجولد بليتنج ده احد الترمنولوجيز اللي بتيجي في الاسئلة ساعات فعايزين برضو نوضحه بعض مدراء المشاريع احيانا بيستجيب لرغبة مثلا العميل عشان خاطر مثلا يعني يحس ان هو بيدير بشكل كويس مع ان المنظمة بتاعته او المؤسسة بتاعته ما بتبقاش عارفة بالشغل ده وبيبقى هو كده بيعمله مجانا يعني على سبيل المثال لو فيه مقاول بيعمل مشروع والمالك طلب منه حاجة زيادة يعمل يعني مع دهانات مثلا بشكل زيادة او يعمل اي سكوب مختلف زي مثلا تايل وورك او سراميك يغيره من نوع للنوع فهو بيقدم له الكلام ده عشان يبقى العلاقة بينهم كويسة والمؤسسة بتاعته ما تعرفش ان هو بيعمل الكلام ده فيبقى كده هو بيخسر المؤسسة لانه بيعمل حاجة ازيد من السكوب والمؤسسة بتاعته ما تعرفش عن الموضوع ده فده بيسمى جولد بليتينج زيادة خصائص المشروع دون اجر اضافي طيب ندخل في التعريفات البروجيكت والبروجرام والبروتفوليو البروجيكت المشروع temporary endeavor undertaking to create a unique product service or result temporary endeavor يعني محاولة او مسعى مؤقت ليه مؤقت اي مشروع في الدنيا اكيد له بداية ونهاية يعني مش هيفضل طول العمر شغال على عكس البرودكشن البرودكشن مثلا الناس اللي في مصانع وعمالها تنتج يوميا كل يوم الصبح يقوموا ينتجوا او لو شغالين 24 ساعة ايا كان شغالين انتاج على طول لكن المشروع لا محدد في بداية ونهاية فعشان كده يعتبر مؤقت يتم اجراءه لعمل منتج فريد من خصائص الحاجة اللي بتطلع من مشروع الاوتبوت انه هو اوتبوت فريد unique يعني ما بيتكررش لو مثلا بنبني برج اكيد البرج التاني مش هيبقى بنفس الخصائص ولو نفس الخصائص مش هيبقى نفس الزمن ولو نفس الزمن مش هيبقى نفس الارض اللي مبني عليها وهكذا يعني فشيء طبيعي ان هو لازم المنتج هيبقى فريد مثل مبنى او مكينة او خدمة فريدة ده يدينا فكرة كده عن الاوتبوت بتاع المشروع مش لازم يكون منتج كلنا متخيلين ان المشروع هيطلع منه مثلا برنامج مثلا برنامج كمبيوتر مثلا بيتعمل او متخيلين ان المشروع هيطلع منه فيلا او تاور او مشروع صناعي او اي ان كان برودكت لا مش شرط ممكن المشروع يبقى بيقدم خدمة خدمة زي ايه الاعمال الاستشارات مثلا مكتب في الدزاين وجاي بيعمل تصميم فالتصميمات اللي عملها والدروينج اللي طلعها دي تعتبر سيرفيس او مكتب مثلا سوفت وير هاوس خاص بأحضاء احد شركات البرمجيات وجاي بيقدم خدمة لوزارة من الوزرات مثلا ان هو بيعمل لها Implementationchern برنامج فالتالي хوا بيعمل سيرفيس هي حرشة شرية الشركة شارية ده ده خلاص ولكن البروجيكت بتاعه ان هو يعمل implementation للبروجرام ده فالتالي ده يعتبر project او حتى matinance لبرنامج او كدا فالتالي ده اتعتبر خدمة شركة خاص ساعت وراحت تعمل او quality control system أو quality management system لأحد الشركات هي بتقدم لها service فبالتالي كل دي خدمات شركة بتعمل فيزابيلة استادي لأحد المشاريع أو لمجموعة من المشاريع مثلا فبالتالي هي بتعمل service دي كلها تعتبر ممكن output من output بتاعت المشاريع مثل عمال استشارات أو نتيجة ممكن output بتاع المشروع يبقى نتيجة زي مشروع بحثي المشروع كان بيبحثه تأثير حاجة معينة زي الأبحاث العلمية مثلا بيبدأ ان هو يبحث حاجة معينة تأثير شيء على شيء عشان يوصل لنتيجة فبالتالي output بتاع المشروع هيبقى حاجة من ثلاثة يا منتج product أو خدمة service أو نتيجة result مثل بحث بيئي لاحظ انه مؤقت له ان loop دا ونهاية بعكس العمال المستمرة الoperational اللي قلنا عليها زي production ويكون فريد لان خصاص المشروع لا تتقرر زمن التكاليف الافراد الى اخره وان تقرر جزء منها project management application of knowledge skills tools and techniques to project activities to meet project requirements تعريف ادارة المشروعات ان انا بطبق knowledge اللي هي المعرفة نفسها اللي هنتعلمها هنا في الكتاب دا skills مهارات عندي انا مكتسبها بقى من الخبرات بتاعتي ومن التعامل بكتسب مهارات بقدر ان انا ادير من خلالها tools and techniques تقنيات مش لازم تكون كلها جوه الكتاب هنا لا ممكن tools جديدة بتطلع التولز دي ممكن تبقى ببرامج كمبيوتر ممكن تبقى tools عبارة عن تقنيات لحل المشاكل مثلا باشكال معينة زي ما تشوف جوه الكتاب techniques نفس الحكاية فالتقنيات والادوات ديت محتاج ان هي تبقى معايا عشان برضو اقدر ادير احد التولز مثلا ببرامج الدولة الزمنية او مثلا طريقة SWOT analysis يعني كل دي ممكن تبقى ايه tools او techniques to project activities to meet the project requirements بطبق الكلام ده على المشروع او انشطة المشروع عشان احقق المتطلبات project management process groups الكتاب كان بيتكلم على تقسيم المنهج بتاعه بطريقتين طريقة عرضية وطريقة طولية الطريقة العرضية دي تعتبر طريقة خاصة بالزمن اللي هي الprocess groups الprocess groups قال المشروع بيعدي على الخمس مراحل دول initiation بد اللي تكلمنا عنها من شوية planning بحاول اعمل خطط execution بنفذ اللي انا خططت له monitor control اثناء التنفيذ ده برائب وبتابع وتحكم وclosing في اخر المشروع خالص وقد يحصل overlap ما بين الحاجات لان انا مش شرط ممكن اعمل planning لكل المشروع بالكامل ممكن يكون لسه بعد الscope لسه ما وضحش فاعمل للواضح وبعد كده اكمل planning بعد كده اثناء الexecution نفس الحكاية الexecution والmonitor control شيء طبيعي انه بيبقى بينهم overlap فدي كده تعتبر المراحل العرضية بتاعة المشروع اللي هي خاصة بالتسلسل الزمني في الكتاب له تقسيمة تانية تقسيمة طولية اللي هي تقسيمة الشابترز بتاعة الكتاب بنسميها knowledge area او مجالات المعرفة الknowledge area اللي عندنا integration management نتكلم عنها بعد شوية scope management ادارة النطاق النطاق اللي هو انا هعمل ايه ايه اللي مطلوب مني اعمله ايه هو الscope بتاعي على سبيل المثال في مشروع انشائي الdrawings والspecification هي دي اللي بتعرفني الscope هي اللي بتعرفني انا مطلوب مني اعمل ايه الtime management ادارة الوقت ازاي هعمل جداول زمنية تحكم الموضوع ده cost management ادارة التكاليف بحيث ان انا مخروجش عن التكاليف بتاعت المشروع وبقى within budget quality management ايه المعايير المطلوبة للجودة وازاي يدير الكلام ده human resource management وتكلمنا عن الHR من شوية في السلايد اللي فاتت communication management ادارة التواصل التواصل مش معناه بس مجرد contact list لا التواصل ممكن يبقى الليترز الايميلز الكورسبوندنس الريبورتز المنسوف ميتين كل ده داخل في الcommunication risk management ادارة المخاطر المخاطر مختلفة عن المشاكل المخاطر بتبقى ممكن مشكلة قد تحدث وقد ما تحدثش لسه لسه محصلتش بس يعني ممكن تبقى متوقع الprocurement management ادارة المشتريات المشتريات مقصود بها اي نوع من انواع المشتريات بدءا من purchase order ان انا بروح اشتري ايتم على طول اشتريته خلاص وامتلكته او ان انا بعمل contract عشان احصل على حاجة ال contract اللي ما بين المالك والمقاول ده يعتبر نوع من الprocurement الاستيكهولدر management اللي هم اصحاب المصلحة وفيه سلايد في الشابتر ده هنتكلم عن مين هم الاستيكهولدر نرجع تاني بقى الانتجريشن انتجريشن هي تكامل جميع العلوم ديت الانتجريشن كنت تكلمت في احد الفيديوهات ان بعض الناس بتطلب انه هو يتأجل فاحنا هنبدأ يعني بي كشرح وبعد كده هنرجع له تاني للحل عليه باعتبار ان هو الانتجريشن عبارة عن تكامل جميع العلوم طب احنا لسه مدرسناش العلوم فهندرس الانتجريشن وبعد كده نرجع مرة تانية له بعد ما انبقى عرفنا بقية العلوم تاني عشان احنا نحل عليه البروجرام المصطلح ده بدأ يبقى مشهور دلوقتي شوية في السوق بدأ الناس كتير بيتعارفها هو اعلى درجة من البروجيكت يعني عبارة عن مجموعة بروجيكتس مجموعة من المشاريع بدرها مع بعض كإدارة واحدة لكن مش منفصلين مثلا وكل واحد لوحده لا ليهم تيم خاص بمجموعة المشاريع دي لهم واحد اسمه بروجرام مانيجر مدير البرنامج ده بيتابع المشاريع دي كلها وليهم تيم خاص بالبروجرام ده تب الهدف ايه من ان انا ادير المشاريع كلها مع بعض هحصل على فايدة معينة ولتكن الفايدة دي مثلا ان الكلاينت واحد فبالتالي هتبقى علاقتي مع الكلاينت خلاص حفظني وحفظته فبالتالي البروجرام مانيجر ده الكلاينت هيرتح له وهيبقى عارف انه هيطبق وجهة نظر الكلاينت او هيتعلم من اخطاقه اللي اخطاقها في المشروع الاولاني وهيطبقها في الثاني والثالث على عكس لو كان كل مشروع لوحده ساعتها هيبقى الكلاينت مثلا زعلان الناس ما بتستفيدش من اخطاقها موضوع الليسونز ليرن يعني في حاجة اعلى من البروجرام اللي هو البورتفوليو بورتفوليو قد نترجمها على محفظة او حافظة او حقيبة مشاريع بس خلينا نتكلم عنها بنفس الاكسبريشن ده اللي هو بورتفوليو بورتفوليو يعني مجموعة برامج ومشاريع ممكن تبقى مشاريع بس ممكن تبقى برامج وجوه البرامج مشاريع ممكن تبقى برامج وجوه مشاريع ومشاريع ومشاريع فارط لوحدها منفاصلة فبالتالي البرتفوليو جواها شوية من البرامج والمشاريع طب ليه جمعتهم مع بعض لان ليهم هدف استراتيجي واحد يعني ايه هدف استراتيجي مش هو نفس موضوع البروجرام ان انا بدرهم عشان فايدة لا لا مش شرط ممكن يبقى ادارتهم مع بعض ما لهمش علاقة ما لهمش اي فايدة من ان انا درهم مع بعض لكن حطتهم في بورتفوليو الوحدة لان ليهم نفس الهدف الاستراتيجي ايه الهدف الاستراتيجي قد يكون مثلا انا عايز اربح منهم طب هو مش كل الشركات مثلا بتربح من المشاريع لا قد يكون في مشاريع انا عاملها مش عشان الربحية عشان مثلا بكسب سبقة خبرة في عمل فديم جماعة بورتفوليو الوحدة ومشاريع تانية للربحية بريت معين طيب برضو مش كل حاجة عبارة عن مقاول وعن ما ليكسب لا احنا دايما نحاول نبص برضو من وجهة نظر المالك المالك ده قد يكون وزارة للتعليم وزارة التعليم عندها مجموعة من المشاريع خاصة بانشاء مدارس ومجموعة من المشاريع خاصة بتطوير التعليم تطوير التعليم ده مش هيطلع البرودكت اللي هو مبنى لا هيطلع بروودكت اللي هو منهج فبالتالي ده هدف استراتيجي وده هدف استراتيجي تاني فدي هحطها في بورتفوليو الوحدة ومجموعة المدارس هحطها في بورتفوليو تانية الابريشنال وورك هي مذكورة هنا في الترمينولوجي ده فقط عشان يقول لنا ان دي out of scope دي مش تبع الاسكوب بتاع الكتاب ده دي برا الاسكوب ايه هي الابريشنال وورك لأعمال المستمرة زي الانتاج والتصنيع واخطوط التجميع لو في مصنع بيطلع مثلا بلاط مصنع بيعمل مواسير مصنع بيترو كيميكالز بيعمل مثلا معالجة للبترول اي مصنع شغال في عملية الانتاج اللي هو شغال اوبريشنال او بروداكشن باستمرار ده برا الاسكوب بتاعنا ده مختلف عن المشاريع مالوش بقى بداية ونهاية وما بيطلعش مثلا بروداكت فريد والكلام ده لا مختلف لو سكة تانية فده برا الاسكوب النقطة اللي بعد كده معانا project and strategic management كنا اتكلمنا عن